أعربت مصر عن بلغ إدانتها واستيائها لتكرار واقعة قيام زعيم إحدى الحركات المتطرفة في هولندا بتمزيق نسخ من المصحف الشريف في لهاية وصفة هذه التصرفات بالممارسات الاستفزازية وغير المسؤولة والتي تنتهك مقدسات ملايين المسلمين وتؤجج خطاب الكراهية وأوضحت وزارة الخارجية في بيانا لها أن مصر تحذر من التداعيات الخطيرة لاستماح بتكرار مثل هذه الحوادث البغيضة والتي لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى مؤكدة على أن هذه الحوادث تنزر بانتشار المزيد من العنف والتطرف وتصعد ظاهر الإسلاموفوبيا وازدراء الأديان في المجتمعات والتقويد من أمنها واستقرارها ومن التعايش السلمية مشددة على ما تمثله هذه الممارسات الاستفزازية من انتهاك صريح لحرية الاعتقاد والممارسات الدينية على اختلافها وأعادت مصر التفكير بأهمية طلاع الدول بمسؤولياتها تجاه التعامل الحاسم مع مثل هذه الحوادث ومنع تكرارها مستقبلا كما أكدت على أهمية التزام الدول باتخاذ التدابير اللازمة لحمية قدسية معتقدات الآخر ترجمة نانسي قنقر